تنفيذا لتوجيه الملكي السامي لجلالة الملك المفدى بمباشرة العمل على تطعيم المواطنين البحرينيين والمقيمين في الخارج ضد فيروس كورونا وحرصا على دعم الجهود الوطنية بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التصدي لفيروس كورونا بدأت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة بتنفيذ حملة تطعيم المواطنين في الخارج وفي هذا الإطار أشاد معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة بالتوجيه الملكي السابي وأثره الإيجابي على مواطني مملكة البحرين المتواجدين في المملكة المتحدة منوها بالاستجابة العالية والتنسيق بين الفريق المنظم من مختلف الوزارات الحكومية والسفارة لضمان نجاح وسلاسة برنامج التطعيم في الخارج وقد قامت وزارتاء الصحة والخارجية بوضع خطوات عمل لوضع توجيه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه موضع التنفيذ وإجراء التنسيق المكثف مع طاقم سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وقد تم بدء برنامج التطعيم بعد حصر جميع المواطنين المسجلين والحصول على الموافقات اللازمة هذا وتتواصل فترة التطعيم الأولى لمواطني مملكة البحرين المتواجدين في المملكة المتحدة إلى يوم الجمعة الموافق التاسع من يوليو 2021 وقد دعت السفارة جميع الراغبين في الحصول على التطعيم التسجيل على الرابط الإلكتروني المتوفر على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لسفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة كما قامت سفارة مملكة البحرين في إسلام أباد وبالتنسيق مع وزارة الخارجية بالتواصل مع المواطنين البحرينيين المتواجدين في جمهورية باكستان الإسلامية للتأكد من أخذهم التطعيمات المضادة لفيروس كورونا وإرشادهم بالآليات المتبعة للتسجيل لأخذ التطعيم منوهة بأن معظم المواطنين المسجلين في السفارة والمتواجدين حاليا في جمهورية باكستان الإسلامية قد باشروا بأخذه وتؤكد سفارة مملكة البحرين في إسلام أباد أن البدء في هذه العملية يأتي تتويجا لحرص مملكة البحرين على عدم ادخار أي جهد في سبيل الحفاظ على سلامة المواطنين من خلال توفير التطعيمات الآمنة لهم مشيرة إلى أن وزارة الخارجية قامت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وبعثات مملكة البحرين الدبلوماسية في الخارج لمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بسير عملية التطعيم في الخارج على أكمل وجه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر